التقى محافظ القاهرة خالد عبد العال بوفد من ممثل برنامج رئيسي لتأهيل التنفيذين لقيادة الدفعة الثالثة دفعة الشهيد أحمد منسي وذلك في ختام برنامجهم التدريبي بمحافظة القاهرة والذي امتد على مدى شهرين بدءا من الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي وقام محافظ القاهرة خلال اللقاء بتكريم المتدربين الخمسة وبمنحهم درع المحافظة وأكد محافظ القاهرة أن برنامج التدريبي المنفذ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وبتأهيلهم علميا وعمليا وبسقل مواهبهم يتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة جوية قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار ترجمة نانسي قنقر